نحات أمباري استطاع أن يحول قطع الخشب هذه إلى مجسمات تنطق فنيا بما لا تقدر عليه الأفواه فهذه الأشكال كل منها يحكي قصة مختلفة مشاكل مجتمعية وأخرى تجسد مرحلة احتلال داعش الإرهابية أكثر من عمل وعرضت في المعرض الأول أحد أعمالي كان عن الشهداء صار سنة 18 من احتل المحافظة القوى الظلامية داعش قدمت عمليا في معرضي الأول آنذاك لاحقا قدمت أكثر من عمل أعتقد ذكرت هي ست أعمال مجموعة الأعمال في هذا الصدد يحيى قهار للستين عاما استطاع أن يرسخ ويرسم لفنه توجها خاصة وتمكن من الحصول على جوائز دولية ومحلية من خلال القطع الخشبية العمل كنحات مع زملاء عديدين في هذه المحافظة ومشاركات معدودة عن 79 في البحرين وبعد رحلتي إلى لندن هجرت النحت فترة قليلة ثم توصلت إلى أسلوب تصطيح كتلة النحت التي الآن أقامت بها معرضين معرض في قاعة حوارب في بغداد ومعرض في قاعة زين لمجلس الرجال الأعمال العراقين في عمان بصوفية أسلوبه هو تصطيح الكتلة المدورة وكغيره من الرموذ الفنية في العراق والأنبار يعاني النحاة يحيا قهار من مشكلة نقص الدعم ما عطل للكثير من مشاريعه الفنية الهادفة إلى ترسيخ قيم التعايش والسلام من الأنبار إدريس يحيا قناة الفلوجة